موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة سنطال عبرز ما تناولته الصحفة العربية الصادرة اليوم وأيضا الصحافة اليمنية بداية من الصحافة اليمنية ومن المواقع الإلكترونية تحديدا من موقع الموقع تساءل في إحدى عنوينه وقال هل يسير المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ على خطى سلفه بن عمر ويقول الموقع عن المبعوث السابق الأشهر الأخيرا أو في الأشهر الأخيرة مسيرة المبعوث الأممي السابق انحرفت عن مسارها الواضح وجنحت نحو طريق بديلة وبدأ بن عمر وكأنه يمهد لتمكين ميليشيا الحوثي لحكم اليمن وينفذ مخططا يتناقض تماما مع طبيعة المهمة التي جاء لأجلها ويضيف الموقع عن بن عمر كل الجهود التي بذلها فاقمت من احتقان الوضع السياسي في البلاد وقادت إلى الحرب كنتيجة طبيعية للممارسات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ضد نظام الشرعية في اليمن ونقلا عن أحد المحللين السياسيين يقول التقرير إن الأمم المتحدة تعمل ضمن منظومة أممية دولية والمبعوث الأممي الحالي ولد الشيخ أو سلفه بن عمر يعملون ضمن منظومة الأمم المتحدة والدول الكبرى وهي التي تخطط وتدير الأزمة اليمنية وشرع نول الإنقلاب إلى موقع عدن الغد والذي يكثف أخباره دائما عن المدن الجنوبية في البلاد وعنوان الموقع إرادات جمارك المهرة تتخطى حاجز الاثنين مليار ريال خلال ربع عام ووفق للموقع فقد بلغت إرادات جمارك شحن بمحافظة المهرة خلال الربع الأول من العام 2016 ملياران وثلاثمائة وأربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعين ألفا وستة وثلاثين ريال فيما بلغت الإرادات الضريبية لمليارين وستمائة وسبعة وثلاثين مليونا وستمائة وثلاثة وأربعين ألفا وستمائة واثنين وثمانين ريالا ونقل الموقع عن مصدر حكومي عدد القادمين عبر منفذ شاه الشحن لنفس الفترة بلغ ستة ألاف وتسعة وستين ما بين عرب وأجانب ومرحلين وعدد المغادرين أربعة ألاف وخمسمائة وثلاثة وخمسين وبلغ عدد اليمنيين القادمين ألفين وثلاثة وعشرين والمغادرين ألفين وثلاثمائة واثنين وتسعين وعنوان الموقع أيضا فنيون بتلفزيون عدن يباشرون أعمال تجهيزات تمهد لمعاودة بث القناة وقال عاملون في التلفزيون إن التجهيزات الخاصة بالتلفزيون باتت جاهزة للبث كما عنوان الموقع مياه الصرف الصحي تغرق شوارع التواهي إلى موقع يمن مونيتور الذي تابع تطورات وجاء في أحد عنوينه زعيم الحوثيين يصف محادثات الكويت بالسلبية ويدعو مقاتليه للجهوزية الكاملة في عنوان آخر بندغر متمسكون بالحلول السلمية رغم نقض الحوثيين لكل الاتفاقيات كما نقل الموقع عن وزير النقل قوله افتتاح مطار عدن خلال أيام قال الوزير مراد الحالمي إنه سيتم افتتاح مطار عدن أمام الرحلات الجوية خلال أقل من أسبوع لافتا إلى أن هناك خطة يمنية إماراتية لتأمين المطار ويقول الحالمي عملية افتتاح المطار أمام الرحلات الجوية تأخرت كثيرا وسببت معاناة للآلاف من المسافرين مشيرا إلى أنه كما تم الإعلان عن موعد الافتتاح للمطار يتم استهدافه ويفيد الموقع مطار عدن كان قد أغلق منذ شهر مارس العام الماضي بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الخوثي وصالح على عدن والتي أحدثت دمارا في المطار وبعد تحريرها أعادت دولة الإمارات بناء المباني والمنشآت التي تضررت بالإضافة إلى تأهيل المطار بأحدث الأجهزة مشاورات الكويت غير واقعية تحت هذا العنوان كتب فيصل المجيد مقالا عن المشاورات اليمنية في الكويت ويقول المجيد مفهوم استئناف العملية السياسية ينظر إليها كل طرف من زاوية أخرى فوفد الميليشيا لا يتحدث عن البدء من نهاية مسودة الدستور والأقاليم ولجنة الانتخابات ولكنه يتحدث عن حكومة شراكة وطنية سيكون للجامعة الحوثية الدور المؤثر فيها وقد ينقلب عليها في نهاية المطاف كما حصل مع اتفاق الشراكة المفروض من قبلها وبالتالي فإن رؤيته هذه تريد الالتفاف على أمر غاية في الأهمية وهي شرعية الرئيس هادي المرتكزة على إرادة شعبية بني عليها توافق إقليمي بالمبادرة الخليجية ودولية من خلال سبعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن منها اثنين تحت الفصل السابع إضافة إلى أربع بيانات رئاسية كلها متاكئة على هذه الشرعية وهناك أمر غاية في الأهمية وهو أنه ليس من أصلاحيات الوفد الحكومي المفاوض الدخول في عملية سياسية وإنما مهمته هي استرداد الدولة اليمنية وبعدها يمكن الحديث عن عملية سياسية بين القوى والأحزاب السياسية في مواصلته بمتابعة مشاورات الكويت تعلق موقع المصدر أولاين أن دبلوماسيون أجانب يغادرون الكويت إثر انسداد أفق المشاورات اليمنية وقال الموقع مستندا إلى مصادر مطلعة إن دبلوماسيين أجانب غادروا الكويت بعد مرور أسبوعين على المشاورات اليمنية دون تحقيق أي تقدم أشارت المصادر إلى أنه في مقدمة الدبلوماسيين السفير الفرنسي لدى اليمن الذي كان يساهم مع سفراء مجموعة الدولة الثماني عشر على الإشراف على سير المشاورات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين في الكويت كما كشفت المصادر أن سفراء كلهم من روسيا وبريطانيا وكندا وعمان لدى اليمن غادروا الكويت وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن السفراء المغادرين سيعودون في وقت لاحق أو تململا واضحا بدأ على الدبلوماسيين أو أن تململا واضحا بدأ على الدبلوماسيين العرب والأجانب المشرفين على المفاوضات بعد استضام عملية المشاورات اليمنية الجارية في الكويت بعقبات أدت إلى توقفها تماما إلى موقع التغيير نتو الذي عنونا في أحد موضوعاته ميليشيا الحوثي وصالح تدفع بتعزيزات كبيرة إلى تعز نقل الموقع عن الناطق الرسمي للمجلس العسكري في محافظة تعز العقيد منصور الحساني اتهمه للحوثيين والموالين للرئيس المخلوع صالح بمواصلة حج تعزيزات كبيرة إلى تعز وأوضح الحساني أن المعلومات تفيد بوجود تعزيزات كبيرة قادمة من جهة محافظة الحديدة وتتجه إلى جبهة الضباب غرب تعز منذ أول أمس وفي مدينة تعز أيضا أفادت مصادر في المقاومة الشعبية بالتصاعد أعمال القصف المتقطع من الحوثيين والموالين للمخلوع باتجاه مواقع المقاومة حيث تسمع الانفجارات بين الحين والآخر في من دلعت اشتباكات حول معسكر الأمن المركزي ومواقع متفرقة في المدينة من العنوين أيضا أمير الكويت يتدخل مجددا لإنقاذ مشاورات السلام اليمنية عن الانشغال بقضايا تفصيلية لا تخدم القاضية الكبرى المثلة باستعادة الدولة كتب فيصل علي مقالا نشره موقع الموقع ويقول الكاتب من ضمن القضايا المثارة الإشغال الرأي العام وكسر الإرادة الشعبية المقاومة الحديث عن فساد هادي والحكومة للوصول بالقول كلهم زي بعض ولم نعد نعرف من هو على الحق كما يتم تضخيم الصريقات في المنافذ والتي يتم تسريب الحديث عنها من موظفين مجهولين إلى نشطاء وكتاب معروفين متبوعة بإيمان واستعطاف ووطنية فاعل الخير الذين تتراوح مخاوفهم بين الخوف على قطع راتب الأطفال وبين قطع الرأس فتح ملفات الفساد في ظل ضياع الدولة هو من باب الترفي لا أكثر نعم فساد وسرقات ونهب وسلب وهذا شيء طبيعي بسبب كارثة الإنقلاب فالإنقلاب أم الخبائث إن إضعاف الجانب الحكومي المفاوض في الكويت هو إضعاف للشرعية وخدمة للإنقلاب شئنا أم أبينا أحببنا هادي أم كرهناه المسألة ليست عواطفة ولا مثاليات أمام كل هذا اللعب على المكشوف فبعد معرفة الرئيس وفريقه للإنقلاب الأبيض الذي يدعمه البيت الأبيض بإزاحة الرئيس هادي وفرد بحاح في الكويت كان اختيار الرئيس هادي لنائبه الجديد إجهاضا للإنقلاب وما حنق الإنقلابين من حضور مشاورات الكويت وتأخرهم عن الحضور إلا لأن هادي جاب القولم من خط المنتصف ليس السبب هادي وحده لكن الجانب السعودي له الدور الكبير في إجهاض الإنقلاب الجديد إلى موقع نيوز يمن أورد عددا من العناوين بينها مواطنون بتعز يتضامنون مع حلب وقال الموقع احتشذ المئات من المواطنين والناشطين في شارع جمال وسط مدينة تعز في وقفة احتجاجية تندد بالصمت الدولي إذا ما تتعرض له تعز من حصار وقتل وتنكيل تمارسها ميليشيا الحوتي منذ أكثر من عام كما رفعوا شعارات تضامنية مع مدينة حلب السورية التي تباد من قبل النظام السوري الإرهابي وفي موضوع آخر عنوان الموقع الإمارات تدرب قوة عسكرية من شباب أرخبيل سقطرة قالت التفاصيل قوة عسكرية مكونة من 723 فردا وصلت إلى سقطرة بعد مشاركتها في دورة تدريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان في استقباله من محافظ العميد سالم عبدالله سقطري وعددا من القيادات العسكرية والأمنية وقال مصدر عسكري أن هذه القوة العسكرية سيتم استيعابها ضمن أول فوج مشاه بحري وذلك لتعزيز قوته العسكرية في مختلف المواقع والكتائب إذن مشاهدين قبل مطالعة أبرز ما قالته الصحافة العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود نعود تحبكم مجددا مشاهدين الكرام ونصحبكم في جولة من أهم ما تدورته الصحافة العربية والبداية من الصحف الكويتية حيث تشهد تعثرا في سير المباحثات اليمنية وإلى صحيفة الرأي الكويتية عنوانت الجار الله المشاورات اليمنية كغيرها قابلة للتعثر والاستمرار تقول الصحيفة استبعد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أن يكون قرار وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام التي تستغضفها دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة خروجا على مرجعيات قرار مجلس الأمر رقم 2216 والمبادرة الخليجية واليتي التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقال نائب وزير الخارجية الكويتي المشاورات اليمنية شأنها شأن أي مشاورات قابلة للتعثر أو الاستمرار لكن المهم أن هناك زخما عالميا وحرصا على تحقيق الأطراف اليمنية خطوة إيجابية في المشاورات وهو ما يبعث على الارتياح والتفاؤل وردا على سؤال حول موعد انتهاء المشاورات قال الجار الله لا أستطيع تحديد جدول زمني لهذه المشاورات ونحن كدولة مضيفة نتطلع إلى أن تحقق نتائج إيجابية أما بالانتقال إلى صحيفة الجريدة الكويتية والتي اهتمت بالجانب الأمني للوفود المشاركة في محادثات الكويت وعنوانات الخالد حريصون على أمن وسلامة الوفود المشاركة في مشاورات السلام اليمنية وقال في التفاصيل أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد خالد الصباحر سلوازار على الحفاظ على أمن وسلامة الوفود المشاركة في مشاورات السلام اليمنية وفق خطط أمنية أعدتها بهذا الصدد إضافة إلى الخطط الاحترازية وقالت الصحيفة إن الوزير اطلع على الخطط الأمنية التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية من خلال الإجراءات الأمنية والمرورية والتحضيرات والإسعدادات المتخذة لتأمينها إضافة إلى آلية تأمين الفنادق التي يوجد بها أعضاء الوفود المشاركة كما وضعت الصحيفة عنوانا بارزا على صفحتها الرئيسية وقالت لا مبادرة كويتية بشأن اليمن أما إلى صحيفة السياسة الكويتية والتي تابعت الخروقات التي تقدم عليها ميليشيا الخطي بصورة يومية عنوانة الصحيفة الحارثي للسياسة لن نبقى ببنادقنا صامتة على خروقات الميليشيا تنقل الصحيفة عن القيادي في المقاومة الشعبية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوى أحمد حسين الحارثي مع أن لجنة شكلت لتثبيت وقف إطلاق النار إلا أن قوات صالح والحوثي لم تنتزم وواصلت شن هجماتها باستخدام المدفعية وصواريخ الكاتيوشا على مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة في أكثر من جبهة قتال بمديرية عسيلان خصوصا في جبل شميس وجبل بن عقيل والهجر والمحكمة ويضيف الحارثي لا يمكن أن نظل صامتين إلى الأبد فالحوثيون يقصفون عشوائيا منازل الأهالي ويخترقون وقف إطلاق النار يوميا وعلى مدار الساعة وبشان الخلقات أيضا تنقل السياسة عن مصادر محلية في تعز سقوط قتلى وجرحة في شباكات بين قوات صالح والحوثي وبين مقاتلي المقاومة الشعبية بالقرب من معسكر الأمن المركزي الكويت والمعضلة اليمنية تحت هذا العنوان كتب أحمد يوسف أحمد مكاله في صحيفة الاتحاد عن الدور الذي تقوم به الكويت في مشاورات اليمن ويقول الكاتب عقدت المفاوضات الحالية في الكويت عقب جولتين فاشلتين ومع أن الحوثيين وصالح قد تم تقويض قوتهم بوضوح إلا أنهم ما زالوا موجودين في مواقع مهمة أبرزها صنعاء بطبيعة الحال وإذا كانت آفاق تعظيم قوتهم العسكرية مسدودة أو على أحسن الفروض محدودة فلعلهم يرهنون على لعبة الوقت ويأملون من خلال إطالة أمد الصراع أن تحدث انقسامات في قوى الشرعية أو يحدث تشتيت لجهودها ما بين الصراع معهم ومع التنظيمات الإرهابية وكذلك مواجهة استمرار المطالبة مع البعض في الجنوب بالاستقلال ولذلك ظهروا في هذه الجولة التفاوضية بمظهر المتشدد فقد أجلوا سفرهم إلى الكويت أياماً وماطلوا في حضور المفاوضات ووضعوا شروط لتفاوض من شأنها أن تخل بالنقاط المتفق عليها سلفاً لجدول الأعمال فركزوا على ضرورة وقف إطلاق النار وبالذات الغارات الجوية علماً بأن ثمة خفاضاً ظاهراً في هذه الغارات وانتهاكات متبادلة لوقف إطلاق النار تقول قوى الشرعية أنها بالنسبة لها رد على انتهاكات الطرف الآخر كما يطالب الحوثيون وصالح بالبدء في تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن 22-16 والحقيقة أن هذا تلاعب بالشرعية الدولية فالقرار يطالب الحوثيين فوراً وبدون قيد أو شرط لسحب قوتهم من المؤسسات الحكومية ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها بما في ذلك العاصمة صنعاء ووقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية وهو في آليات التنفيذ لا يتحدث من قريب أو بعيد عن حكومة وحدة وطنية وإنما عن التزام بالمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ولذلك فإنما ذكرته إحدى خبيرات مجموعة الأزمات الدولية من أن تطبيق القرار بحذافيره يساوي استسلاماً كاملاً للحوثيين صحيح إلى صحيفة البيانة الإماراتية والتي عنوانت في إحدى صفحتها أربعة شروط لعودة وفد الشرعية إلى مشاورات الكويت وتصف الصحيفة الإماراتية محادثات اليمن بأنها خطوة إلى الوراء وأخرى إلى الأمام هذا هو لسان حال المشاورات اليمنية فبعد ساعات من إعلان وفد الحكومة اليمنية التعليق مشاركته على خلفية الخروقات المتكررة التي يقوم بها الإنقلابيون للهدنة وعرضه أربعة شروط من أجل العودة إلى المشاورات بدأت مساعيها لتطويق الخلاف وتتحدث مصادر كويتية عن تدخل جديد لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لتقيب وجهات النظر حيث بدأ بالفعل وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح بمشاركة من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد محاولات لتطويق الخلاف والعودة مجددا إلى طاولة الحوار وقالت المصادر للبيان إن اجتماعا مسائيا عقد بين المبعوث الأممي والوفد الحكومي بهدف حد الوفد على التراجع عن قرار تعليق المشاورات وأوضحت المصادر أن الوفد الحكومي أبلغ ولد الشيخ أحمد أنه إذا لم يصدر وفد الإنقلابيين بيانا يبين فيه موقفه من تصريحات المخلوع صالح لقناة روسي اليوم وتعد الأوضاع في معسكر العمالقة في محافظة عمران إلى ما كانت عليه وتسليم الأسلحة وتتوقف العمليات القتالية في تعز عددا من المحافظات فإنه سينسحب من المشاورات ويغادر الكويت أما إلى صحيفة العربي الجديد والتي عنونت الهلال الأحمر اليمني تضرر حوالي ثلاثين ألف شخص من الأمطار وتقول الصحيفة استنادا إلى البيان جمعية الهلال الأحمر تضرر الآلاف ألاف الأسر نتيجة السيول الجارفة والإنهيارات الأرضية وإغلاق الطرقات كما أن الفيضانات خلفت مياه ملوثة وتسببت بانتشار الملاريا وحم الضنك ووفقا للأمين العام للجمعية فواد المأخذي فإن المجتمعات المحلية ما برحت تعاني نتيجة النزاع المسلح وإعصارين متتاليين نهاية العام الماضي والأمطار الغزيرة والفيضانات الآن قال المأخذي قال لقد أرهق ذلك كل قدرة الناس على التعامل مع الوضع وأصلت قدرات الاستجابة في فروعنا ما بين المتطوعين وطاقاتنا القصوى وعن المحافظات الأكثر تضررا قال الأمين العام إنها أبيا وعمران وحجة والحديدة وتتضمن الاحتياجات الطارئة لهذه المناطق مياه الشرب والغداء والمأوى والاحتياجات الصحية ومواد النظافة الشخصية إذن مشاهدين بهذا القدر وصلنا إلى ختام جولتنا في الصحافة لهذا اليوم حتى نلتقيكم في حلقة قادمة كنوا في أمان الله ونتهبع الآن مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة